ماذا يختلف أئمة أهل البيت الاثنى عشر عن بقية العلويين والفاطميين؟ هؤلاء كانوا قادة حركات سياسية وحركات ثورية وكانوا زهاداً عباداً وثواراً في سبيل الله وكان إلى جانبهم أيضاً أم آخرون كالإمام زيد والإمام يحيى ابن زيد وكثير من الأم الآخرون ولكن هؤلاء يمتازون عند الشيعة الإمامية بأنهم معصومون ومعينون من قبل الله بصورة مباشرة يعني واحداً بعد واحد على الأكس من أمة الزيدية مثلاً محمد بن عبد الله للنفس الزكية كان إماماً عظيماً من أئمة أهل البيت الإمام زيد كذلك الإمام محمد بن حنفية كذلك وأئمة آخرون ولكن أصحاب أولئك الأئمة لا يعتقدون بأنهم أئمة معصومون أو معينون من قبل الله ولو أنهم يعتقدون فيهم بأن لهم الحق مثلاً في الحكم والخلافة هؤلاء الأئمة الاثنى عشر ارتبطوا بنظرية معينة هي نظرية الإمامة الإلهية وهذه النظرية نشأت في القرن الثاني الهجري ثم مرت بمراحل وتحديات وعقبات ومشاكل في بدء نشوئها ثم وصلت إلى طريق المسدود في منتصف القرن الثالث الهجري مع وفاة الإمام الحسن العسكري دون خلف دون خلف ظاهر على الأكل وقال فريق من شيعة الإمام العسكري بأنه يوجد لديه ولد في السر وليس في العالم في العالم لم يشاهده أحد لا في حياة أبيه ولا بعد وفاته ولكن بعض أصحاب الإمام العسكري قالوا نحن شاهدنا وهذا الولد في حياة أبيه ونحن مجموعة تعد على أصابع اليد وأنه موجود وسوف يظهر في المستقبل فمضت قرون وقرون ولم يظهر هذا الإمام تكونت الفرقة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري مع إمانها بوجود شخص اسمه محمد بن حسن العسكري هو الإمام الثاني عشر هذه النظرية المثالية التي تشترط الأصمة والناس والتعيين والإمامة في سلالة عليين والحسين إلى يوم القيامة رغم أنها وقفت على إثنى عشر إلا أنها أضرت بالشيعة أكثر ما نفعتهم وخاصة الشيعة اللاحقين الذين ظلوا ينتظرون إماما معصوما معين من قبل الله أن يخرج ويقيم حكومة إسلامية فألف سنة حرم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية العمل السياسي والثورة وتشكيل حكومة وما إلا ذلك إلى أن حدث الثورة في العصر الأخير هي ثورة ولاية الفقه والثورة الديمقراطية والثورة الدستورية قبل مئة سنة قالوا بأن الحكم يمكن أن نحكم وأن نشكل حكومة على أساس الشورى وعلى أساس الانتخابات ويكفي أن يكون عالم عادل أو حتى يعني ليس عالم بالفقه مرجع مشتهد يعني يكفي يكون إنسان طيب وصالح حتى يتولى الزعامة والحكم طبعا نظرية الإمامة يعني ضربت الشورى وقالت الشورى باطلة من الأساس سابقا ولاحقا ولا يجوز أن نقيم حكومة على أساس الشورى كما قال الشيخ الصدوق مثلا في كتابه إكمال الدين وفي كتب أخرى وكل المتكلمين الإمامية الاثنى عشرية العلام الحلي في القرن الثامن كان يقول بي حرمة إقامة الدولة على أساس الشورى أبدا ونهائيا ولا يجوز مطلقا فهذه النظرية يعني عندما ضربت الشورى هي كانت مثالية تقول يجب أن يشترط في الإمام في الحاكم الأسمى والنص من الله تعالى وهذا غير متوفر وغير واضح وغير صريح وغير ممكن يعني في البداية استدلت هذه النظرية بالأحاديث النبوية على الإمام علي عليه السلام مثل حديث الغدير وحديث المنزلة وحديث أخرى فقالت هذا يدل على تنصيب الإمام بالخلافة والإمامة ولكنها هذه النظرية فشلت في مد النظرية من الإمام علي إلى بقية الأئمة الاثنى عشر فالإمام علي عليه السلام عندما ضرب طلبوا منه أن يعين ابنه الحسن خليفة له من بعده وليا للعهد يعني فرفض الإمام وقال لا أمركم قال أنا ما أعين واحد فقال له سوف نختار الحسن ابنك الحسن قال لا أمركم ولا أنهاكم هذا الأمر إليكم الإمام الحسن تنازل عن الخلافة التي أبوه له فيها إلى معاوية مما يعني أن الخلافة والإمامة لم تكن مسألة دينية مسألة مدنية مسألة عرفية عقلية إذا رأى الإمام أو الناس أن يولوها إلى الإمام الحسن يولونها إياه وإذا إمام الحسن نفسه رأى أن يوليها لمعاوية يوليها لمعاوية معاوية الذي قاتل الإمام علي أربع خمس سنوات فإذن نظرية الإمام الإلهي لم تكن موجودة لدى أهل البيت في القرن الأول الهجر